اشتركوا في القناة لدى اليابان في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت مملكة البحرين يوم أمس وانتهت في كل من سفارة مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية والبعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك في تمام الساعة الرابعة صباح اليوم بتوقيت مملكة البحرين وقد حرصت وزارة الخارجية على بذل كافة الجهود اللازمة لتسهيل عملية الاقتراع في الخارج تأكيدا لأهمية الحفاظ على المكتسبات الوطنية والمساهمة في تعزيزها كما قامت الوزراء بقرار من سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية بتشكيل لجنة التحضير والإشراف على الانتخابات النيابية في البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج برئاسة سعادة السفير الدكتور محمد علي بهزاد وكيل وزارة الخارجية للشؤون القنصلية والإدارية إضافة إلى التنسيق مع اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات وأكدت وزارة الخارجية أنها كانت على تواصل دائم مع البعثات لتيسير مشاركة المواطنين في الخارج في ممارسة حقهم الدستوري في اختيار ممثليهم النيابيين حيث اتخذت البعثات الدبلوماسية كافة الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة على قدر عال من الجاهزية لإنجاح هذه المناسبة الوطنية الهمة وفي إطار الجهود التنسيقية المبذولة للاستعداد للانتخابات النيابية في الخارج أشرفت وزارة الخارجية على وصول سناديق الاقتراع ل37 مقرا دبلوماسيا للمملكة وذلك لمباشرة عملية الاقتراع كما قامت بأسال فريق مساند وداعم من موظفيها إلى البعثات الدبلوماسية في عدد من المدن وسعيا منها لضمان جهزية أعضاء البعثات الدبلوماسية لأداء مهمهم بكل اقتدار قامت وزارة الخارجية بعقد عدد من ورش العمل لتزويدهم بكافة المعلومات اللازمة والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لنجاح العملية الانتخابية وشكلت وزارة الخارجية غرفة للعمليات بمقر الوزارة للإشراف والمتابع على سير العملية الانتخابية بكل سهولة في كافة مقر البعثات الدبلوماسية للمملكة في الخارج حيث تم تزويد هذه الغرفة بشاشات تنقل وقائع عملية الاقتراع في أجواء تكفل النزاهة والشفافية اشتركوا في القناة